دعني أذكر لطيفة من اللطائف مرتبطة بمجلس الوالد الذي هو العريش ويعني موضوع هارون الرشيد الشيء بالشيء يذكر أنا أذكر أن فضيلة الشيخ حسن زيد النجم يرحمه الله رحمه الله وهذا من العلماء المرموقين في التفسير في الفقه في كل فن من الفنون الحقيقة من علوم الشريعة من علوم الشريعة فكان قاضيا شابا في ريعان الشباب في القحمة فنمى إلى علمه من خلال الراديو بأن الملك سعود سيزور منطقة جازان فأرسل برقية عن طريق سلاح الحدود مركز سلاح الحدود مركز بحري مراكز منتشرة على انتداد الشريط الساحلي إنه بلغنا بأن جلالتكم سيزور منطقة جازان عن طريق البحر فأتوجه إليكم بالدعوة لزيارتنا في القحمة يقول يومين ثلاثة أيام جاء الرد برقية فضيلة الشيخ حسن زهيد وصلتنا دعوتكم ونخبركم أننا الحقيقة نوافق على تلبية الدعوة وسنصل وشوف الملك سعود هذا مرتبط بمجلس هارون الرشيد يأتيه الرد من أعلى رأس في الدولة الملك سعود يرحمه الله وهذه طال عمرك من الخصال الحميدة والشمائل المجيدة لحكامنا آل سعود ولهذه الأسرة المباركة الذين والله طال عمرك تشعر بالندية في تعاملك معهم وأن الشعب والقهادة نسيج واحد وكيان واحد بحمد الله عز وجل الشاهد أنا أتجاوز أنه فعلا أتى الملك سعود زار المنطقة زار القحمة وكانت القحمة هذه هي بندر كانت عبارة عن ميناء ولكنها تعتبر منطقة نائية جدا مقارنة بغيرها بغيرها لكن إجابة للدعوة إجابة الآن هي من المدن الجميلة الساحلية المدن الحقيقة من لؤلؤها من لآل الساحل حقيقة الشاهد أنه لما نزل الملك سعود من اليخت وسلم عليه الشيخ قال له يا شيخ حسن من أستاذك قال أستاذنا طال عمرك الشيخ القرعاوي طبعا الشيخ القرعاوي علم من أعلام الحقيقة الوطن بل ذي عغصات حتى خارج الحقيقة المملكة العربية السعودية قال شيخكم وفق وله أعداء كثيرون شف يعني هذه العبارة من الملك نعم والحكمة والفقه والحكمة والفطنة أيضا الشاهد يقول الشيخ حسن يقول لا مني كثير من يعني من في أقراني في مستوى أنت الصديف الملك سعود ما الذي في مكنتنا أن نقدمه كضيافة وأولها المكان الذي يستضافه الملك فهيقول والله ما كان أمامنا إلا أن نبني عريشا من القش توسعنا في طوله وعرضه ثم كان لديهم تاجر أقمشة ألبس العريش من الداخل أنزل عليه السطور نعم من القماش فقال الشيخ حسن هذه العبارة قال خيل إلي كأنني في مجلس هارون الرشيد أستغفف الملك سعود هذا طال أمرك فيما تعمل الشيء يذكر شكرا لن شكرا لن اشتركوا في القناة